قال وزير الخارجية روسيا سيرجي لفراوف إن الهجوم بطائرات مصيرة على الكريملين كان عملاً معادياً وشدد لفراوف على أن روسيا سترد بإجراءات ملموسة مشيراً إلى ضلوع أطراف دولية في هذا الهجوم من الواضح أنه كان عملاً عدائياً ومن الواضح تماماً أن إرهابي كييف لم يكن بإمكانه مرتكابها دون علم من أسيادهم لن نرد بالحديث عما إذا كان ذلك شيئاً يبرر شن حرب أم لا لكننا سنرد بأفعال ملموسة أود أن أقول ذلك مرة أخرى لدينا الكثير من الصبت وبالحديث عن موقف واشنطن لقد علمت ببيان وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين الذي قال إن الولايات المتحدة لن تملي على أوكرانيا كيف ينبغي أن تدافع عن سيادتها وربما يوضح ذلك كل شيء قال متحدث باسم الكريملين إن مجلس الأمن الروسي من المرقح أن يناقش في وقت لاحق اليوم ما وصفه الكريملين بمحاولة هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على الرئيس فلاديمير بوتين كانت كييف قد نفت مسؤوليتها عن الحادث الذي وقع من الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي في الوقت الذي اتهمت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف وراء الهجوم مشددة على أنها تحتفظ بالحق في الرد فيما نفت واشنطن دلوعها في الهجوم انتقدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا الاتحاد الأوروبي بعد إشادة مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد جوزاف بوريل خطة كييف للسلام وتجاهله لمبادرة بكين وقالت زخاروفا إن خطة السلام التي ترحها الرئيس الأوكرانيوزي لناسكي ليست خطة سلمية إنها هي كتيبة تعليمات أمريكية آخر لإثارة الصراع في أوروبا على حد قولها قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الكريملين لديه علم بانسحاب قوات موالية لنا من مواقعها في مدينة بخموت وقال بيسكوف إن الانسحاب جاء لصالح انتشار القوات المسلحة الروسية في مدينة بخموت دون أن يشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد قال نائب وزير الدفاع الأوكرانية أن روسيا تقوم بجمع القوات الموالية لها وتجميعها في منطقة بخموت وضف أن تلك القوات سوف تشارك بالاستلاء على بخموت في التاسع من مايو الجاري في السياق المتصل قال الجيش الأوكرانيو إن احتمالية شن مزيد من الضربات الصاروخية والجوية على كامل أراضي أوكرانيا لا يزال مرتفعا جدا قال مسؤول روسي إن المستويات المياه المرتفعة على نحو قياسي قد تغمر سدا رئيسيا في جنوب أوكرانيا وتلحق الضرر بأجزاء من محاطة الزابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا هذا وقد استهدف طائرة مسيرة مصفات ألاسكي للنفط في جنوب روسيا وهو الهجوم الثاني خلال يومين مما أصفر عن اندلاع حريق ضخم الأوضاع في أوكرانيا على صفيح ساخن حيث ارتفعت وطيرة تطورات العمليات العسكرية في عدة جبهات لا سيما في بخموت التي سيطرت فيها القوات الروسية على منطقتين جديدتين غربي المدينة عثرت فيهما على ترسانة لمختلف أنواع الأسلحة تعود للقوات الأوكرانية في منجم بالقرب من المدينة التي تدور فيها معارك منذ نحو تسعة أشهر وفقا لوزارة الدفاع الروسية التي أكدت أن خسائر القوات الأوكرانية على محاور بخموت وكراسني ليمان وجنوبي دونيسك وخيرسون بلغت المئات فيما شن الطيران الروسي ضربات على نقطة تمركز مدربين أجانب للقوات الأوكرانية في منطقة تشيرنيهيف في ليزونوفكا كما أن القوات الروسية تدمرت أيضا مجموعة استطلاع أوكرانيتين في اتجاه كوبيانيسك وفي المقابل أطلقت القوات الأوكرانية عشرة صواريخ على منطقة بيتروفيسك في دونيسك فيما استهدفت طائرة مسيرة مصفاة إليسكي للنفط في جنوبي روسيا وهو الهجوم الثاني خلال يومين مما أسفر عن اندلاع حريق ضخم وبجانب ذلك تتوالى تحذيرات سلطات مقاطعة زابوريجيا من أن مستويات المياه المرتفعة على نحو قياسي قد تغمر سد كخوفكا جنوبية أوكرانيا بعد إطلاق كييف مياه عدة سدود في نهر دينيبر وقصفها محطة كخوفسكايا الكهرومائية مما قد يلحق الضرر بأجزاء من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا لكما مندوب أوكراني عضوا بالوفد الروسي خلال اجتماع لدول البحر الأسود بعدما انتزع منه العالم الأوكراني لمنعه من اقتحام مقابلة يجرى تصويرها مع رئيسة الوفد الروسي ونشر المندوب الأوكراني مقطع فيديو على صفحته على فيسبوك يظهر فيه وهو يضرب المندوب الروسي ويستعيد علم بلاده وفي وقت سابق تشاجر بعض المندوبين الأوكرانيين مع أفراض الأمن عندما حاولوا سحبهم بعيدا منما كانوا منظمون احتجاجا رفعين أعلى ماهم بجوار المندوبة الرئيسية لروسيا أثناء محاولتها مخاطبة الاكتماع